الأخبار من الحدث أنهيار برج الجلائب الكامل بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية سقوطوا صاروخهم في محيطة الأبيب واعتراض آخرين قرب مطار بونغوريون انتشارون وحواجز للجيش اللبناني بعد تحميل إسرائيل السلطات اللبنانية مسؤولية تأمين الحدود معها طابة أوقاتكم مستمرون معكم مشاهدينا في تغطية الأحداث المباشرة من الأراضي الفلسطينية ونبدأ أيضا من غزة حيث أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير برج الجلائب وتسويته بالأرض بالكامل المبنى كان يحتوي على مكاتب إعلامية وشقق سكنية وقد أمهلت إسرائيل قاطني قبيل استهدافه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إلى ذلك أفاد مرسل الحدث بإطلاق عشرات الصواريخ على تل أبيب ومدن أخرى من بينها مدينة رامات غان وقد أفادت وسائل إعلام بمقتل شخص على الأقل في قصف تل أبيب كما سقط صاروخان آخران قرب مطار بن قوريون مرسل الحدث أضف أيضا أن إسرائيل اعترضت صواريخ في محيط مطار تل أبيب كما أفاد بسماع دوي انفجارات في حين أمهل الجيش الإسرائيلي سكان برج الجلاء قبل قصفه وطلب من سكان تل أبيب البقاء في الملاجئ يأتي ذلك في أعقاب تجدد القصف الإسرائيلي الكثيف على شمال قطع غزة واستهدفت مسيارة إسرائيلية منزلا لعائلة المباشر في خان يونس وفق مراسل الحدث مصادر طبية فلسطينية أفادت عن مقتل عائلة من عشرة أشخاص بقصف إسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غرب غزة يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 139 بينهم 39 طفلا وأكثر من ألف جريح الآن يتم قصف برج الجلاء وسط مدينة غزة بالضيوان الحربي الله أكبر تم نسف البرج بشكل كامل تم نسف البرج بشكل كامل موجود زيان شغلون تم نسف البرج بشكل كامل الله أكبر طبعا البرج كله شنزيل بشكل كامل حاليا إذن في مواكبة للأحداث ما بين الأراضي الفلسطينية أيضا الحدود اللبنانية الإسرائيلية ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل محمود شكر أهلا ومرحبا بك محمود محمود التغطية مستمرة ومباشرة لأي جديد هل هناك أي تطور على الأرض الآن محمود نعم في آخر مباشر منذ حوالي نصف ساعة تقريبا ذكرنا إلى أن الأمم المتحدة وتحديدا ضباط بين اليونيف يجرون مسحا على الأرض في محيط المنطقة التي حصلت فيها المواجهات وبالفعل هذا الذي يحصل إذا أخذنا هذه الفاب العسكرية التي كانت متوقفة هنا ثم انتقلت إلى هذا المكان المواجه للمطلة وتحديدا إلى البراد حيث مجموعة من العسكريين ومن الضباط اليونيفين وهم كانوا يجرون مسحا راجلا على الأرض وعلى طول هذه الحدود تقريبا شهدناهم منذ حوالي الساعة لكيلومترات عديدة وهم يمشون على الأرض وبرفقة خبراء في الترجمة وأيضا خبراء في السلاح لأنهم يقومون بعملية نظر في الطرقات وفي المزارع وعلى جوانب الطرقات وهذه مسألة معتادة أن اليونيفين عندما تريد أن تقوم بتحقيق أن تنزل العسكريين وضباطها على الأرض كي يقوموا بهذا التقريب بالإضافة إلى أنه كان لافتا إلى أنهم تحدثوا مع عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني الذين يقفون على هذه الحواجز في هذه النقطة ثم الآن أصبحوا عند تلك الأشجار المواجهة لبراد التفاح حيث بالأمس كانت الخبر يتركز في ترك النقطة لساعات معدودة أستطيع القول إلى أنه ربطا بالذي يجري منذ الأمس ومنذ ساعات الصباح ولكن الصورة تختلف عن الذي كان بالأمس مع ساعات العصر في أمس البارحة كان هنا الألاف من المواطنين اللبنانيين ومن الفلسطينيين حصلت المواجهات بهذا التوقيت بالذات الأربعة الساعة الثالثة والنصف الخمسة والنصف وبقي إلى حوالي الساعة الثانية عشر ليلا الآن كما تشاهدون معي سنأخذ بهذه الصورة عامة وشاملة لكل الطرقات المحيطة بمنطقة بمستوطنة المطلة من سهل الخيام إلى الطريق المؤدي إلى الوزاني إلى الغجر إلى كفركلة إلى لعديسي من الجانب الذي هو على شمال الكاميرا إلى يمين الكاميرا إلى أمامها نجد أن هنا هدوء تام حتى أن حركة السيارات هي الشبهة الغائبة بالمقابل بالمقلب الآخر الآخر يعني عند منطقة القاسمية هو ما يسمى بالمفهوم العسكري اللبناني بجنوب الليطاني يعني المنطقة التي تتواجد فيها الأمم المتحدة الآن على الحاجز هناك مئات من السيارات التي تتوجه إلى الجنوب ولكن هناك ازدحام لأن الجيش اللبناني يدقق في كل سيارة بسيارة وبكل هوية مواطن يريد أن يتوجه إلى المنطقة مع العلم إلى أنه الآن تبدأ عملية الخروج من المناطق الجنوبية إلى بيروت لأننا نحن انتهينا من عطلة العيد الذي هو ثلاثة أيام بالدخول إلى زمين المصاور إلى المستوطنة المطلة اليوم هو سبت عطلة كما ذكرت وفي العادة تخفت الحركة ويذهب المستوطنون إلى عمليات الاسترخاء أيضا الصورة عندهم على عكس الذي جرى بالأمس بالأمس هم لعبوا لعبة العادة والتقاليد اللبنانية خرجوا هم يحملون الأعلام السائلية الآن هي هادئة كلياً مع عدم مجموعة صغير شكراً وعذراً على المقاطعة متواصلون معك محمود لأي جديد وأي تطور عندك على الأرض شكراً زميل مراسل الحداث محمود شكر ننتقل إياكم مشاهدين الآن أيضاً إلى ضيفنا من غزة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة دكتور مخيمر أبو سعدة أهلاً ومرحباً بك دكتور معنا دكتور يعني دعنا نتحدث أهلاً ومرحباً دعنا نتحدث الآن ربما عن تهدئة الأمور ولكن يبدو أن المسار ما زال طويلاً هنا الحديث عن بداية الأسبوع إعلان هدنة لوقف النار في غزة وبمراقبة أمريكية ومراقبة مصرية مشتركة هل يمكن التوصل لذلك قبل نهاية الأسبوع خاصة وأن هناك تحذيرات من الحالة الإنسانية والحالة أيضاً حالة القتال المستمر قد تؤدي إلى خسائر أكبر أنا أعتقد إمكانية التوصل لوقف اطلاق نار هي موجودة وممكنة ولكن هذا يعتمد على الطرف الإسرائيلي يعتمد على مدى قدرة إسرائيل لاستيعاب ما حصل والموافقة على وقف اطلاق نار كما قلت برقابة أمريكية مصرية ولكن على أساس أن لا تعيد إسرائيل استخدام الوحشية في مدينة القدس المحتلة السبب المشكلة الأخيرة هو ما قامت بإسرائيل ضد السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل اليمين المتطرف على باحات المسجد الأقصى ما دون ذلك سوف نعود إلى نفس المربع سنجد أنفسنا بعد عدة أشهر في نفس المربع لابد من التوصل إلى وقف اطلاق نار بحيث يؤسس لعملية سلام أو يؤسس لعملية تفاوض مستقبلية لأنه لا يجوز استمرار هذا الاحتلال لا يجوز استمرار ما تقوم به إسرائيل من عدوان شامل على الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على اتفاق وقف اطلاق نار طويل المدى لابد من العودة إلى أصل المشكلة وجذر المشكلة وهو الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والاستيطان والضم وسياسات التهويد التي تستخدمها في مدينة القدس الحديث عن تعهد مكتوب هل سيك في هذا الأمر؟ يعني خبرتنا مع نتنياهو لا يحترم حتى اتفاقاته مع حلفاء الإسرائيليين نتنياهو توصل إلى كثير من الاتفاقيات مع حلفاءه وتراجع عن هذه الاتفاقيات في الاتلافات الحكومية فما بالك لو كان الأمر مع الفلسطينيين أو مع حركة مقاومة مثل حركة حماس وأنا أستبعد أن توافق إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق نار مكتوب عادة ما يعني إسرائيل هو يتجاوز أيضا إطلاق النار دكتور مخيمر يعني الحديث هنا عن تجميد الاستيطان إيقاف الاعتقالات العشوائية الحديث عن احترام المقدسات الدينية ربما هذه الأمور كلها جديدة الآن على الساحة أن يكون بها مطالبة وتعاهد مكتوب هذا ما تطالب به الفصائل الفلسطينية والإدارة الأمريكية تريد كذلك وقف يد إسرائيل في مدينة القدس لأن الإدارة الأمريكية تعتبر موضوع القدس هو من قضايا الحل النهائي ولا يجوز لإسرائيل لا حسب القانون الدولي وقرارات مجلس الدولي ولا حتى اتفاق أوسلو الذي يعتبر موضوع القدس هو قضية من قضايا الحل النهائي ولكن إسرائيل تستبق موضوع المفاوضات النهائية بخلق وقائع جديدة على الأرض ولذلك أكيد مهم أن يكون هناك اتفاق مكتوب ولكن ما أردت أن نقوله أن إسرائيل دائما تلجأ إلى وقف اطلاق نار من جانب واحد بدون اتفاق مكتوب بدون التفاهم مع حركة حماس لأنها تعتبر حركة حماس حركة إرهابية وأي اتفاق مع حماس تعتبر تنازل ولذلك كما قلت دائما تلجأ إسرائيل إلى وقف اطلاق نار من جانب واحد بدون أي تفاهمات مستقبلية وحتى لو صار هناك تفاهمات كما حصل في العام 2014 لا تفي إسرائيل بوعودها فيما يتعلق بأي تفاهمات قادمة فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية الإشارة إلى العاجل أيضا وحضرتك معها للهواء الجيش الإسرائيلي يقول أن برج الجلا كان يضم مكاتب لمخابرات حماس تعليقك يعني حتى لو هذا برج من ثلاثة عشر طابقا في كل طابق حوالي أربع شقق سكنية يعني حتى لو كانت هناك شقة أو شقتين تستخدم لمخابرات حماس هذا لا يبرر للاحتلال الإسرائيلي أن يستهدف برج بأكمله يضم مكاتب إعلامية حتى لوكالة إعلام أمريكية وهي الاسوسييتد بريس إضافة إلى مكاتب الجزيرة القطرية ومكاتب إعلامية أخرى يعني لا يبرر لإسرائيل أن تقوم بقصف أو تدمير برج سكني بأكمله بسبب وجود يعني كما تقول يعني شقة سكنية تتبع لاستخبارات حماس أو أجهزة الأمن التابعة لحماس كان بإمكان إسرائيل أن تقصف الشقة المراد قصفها وهي قادرة على ذلك يعني إسرائيل في السابق كانت تقوم بقصف شقة معينة وعدم تدمير البرج بأكمل ولكن واضح أن ما تقوم به القوات الإسرائيلية ضرباتها هو من أجل الضغط على حماس من أجل الضغط على المقاومة لوقف القضائف الصاروخية من غزة باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية نعم إذن شكرا جزيلا لك هذا ما سمح به الوقت من غزة كنت معنا أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر في غزة الدكتور مخيمر أبو سعدة شكرا دكتور إلى ذلك أيضا أفاد مراسل الحدث بإحراق ثلاث حافلات ركاب إسرائيلية في مدينة شفا عمرو بالجليل الغربي مراسل الحدث أكد أيضا إلقاء زجاجة حارقة على سيارة عضو كنيسة في يفا داخل الخط الأخضر إضافة إلى إصابة سيارة شحن إسرائيلية بشضايا صاروخ قرب مستوطنة حدودية من رمالله ينظم إلينا مراسل الحدث الزميل عبد الحفيظ جعوان هلا مرحبا بك عبد الحفيظ عبد الحفيظ المكان الذي يتقف فيه الآن أحداثه ساخنة هناك كما أشاهد إمكانة الصورة دقيقة تصاعد للدخان من خلفك صف لنا المنظر أو صف لنا هذا المشهد لا أعلم إذا كان عبد الحفيظ جاهز معنا إذن حتى جهوزية عبد الحفيظ ينظم إلينا مراسلنا الزميل زياد حلبي من المنطقة الحدودية لقطاع غزة زياد يعني ما زلنا أيضا متواصلين ما زلنا نلاحق الأحداث ووتيرة الأحداث ما بين تصاعد حتى وإن كان هناك هدوء لا نستطيع أن نقول هدوء نسبي وإنما هو هدوء حذر كيف هو الوضع؟ صحيح صحيح ولكن هذا الهدوء قد يسبق عاصفة بمعنى التوقعات لدى المستوى الأمني في إسرائيل بأن ربما استهداف برج الجلاء 15 طابقا وتدميره وانهيار البرج دفعة واحدة قد يجر عمليا رشقات إضافية إلى وسط إسرائيل وعلى أي حال هددت كتائب القسام على لسان الناطق باسمها بأن الرد قادم إلى وسط إسرائيل بفعل استهداف الأبراج في طار ما بات يبدو كأنه معادلة ردعية بين الجانبين استهداف أبراج باستهداف أبراج إنجاز التعبير بمعنى استهداف الأبراج في غزة وإطلاق صواريخ التجاه الأبراج في تل أبيب ومنطقة جوجدان المعروفة بأنها هناك الأبراج العالية في إسرائيل بالتالي الآن هناك انتظار لإمكان أن يكون المزيد من التصعيد برأي مراقبين قبل نحو عشر دقائق أو ربع ساعة رأينا منظرا لم نستطع تفسيرا لم نعرف تفسيرا له صاروخ انطلق من قطاع غزة لم يعترض وبدأ كبيرا نسبيا بحسب الانبعاث الدخان منه ولكن لا أعرف بالضبط لا توجد لدينا معلومات أين وجهته وأين سقط وما إلى ذلك بالتالي الغارات بين الحين والآخر نسمع الانفجارات من خطاع غزة على بعد نحو كيلومترين نحن من الحدود نسمع بوضوح إلى هنا الانفجارات عندما تقصف الأهداف بالمقاتلات الإسرائيلية نعم زياد يعني العاجل الذي يظهر معنا الآن أنه مشاهد مباشرة للحشود العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة هذه الحشود هل هي في زيادة أما عددها ثابت؟ هي تصور كل فترة من زوايا أخرى ولهذا دائما ترين هذا الخبر يتكرر وكأن هناك تطورات دراماتيكية في هذا الموضوع ينقلون الدبابات يعني أنا موجود في هذه المنطقة رأيت إدخال دبابات بالأمس حوالي عشر دبابات اليوم رأينا إخراج أربع أو خمس دبابات من الموقع ذاته بمعنى هذا إعادة انتشار للقوات ذاتها باعتقادي لا يوجد حشودات إضافية هناك حشودات كبيرة هذا صحيح في محيط قطاع غزة مئات الدبابات موجودة في هذه المنطقة وتم استدعاء ستة عشر ألف جندي احتياط مشاركة في العمال القتالية لجيش الاحتلال ولكن من بين هؤلاء سبعة ألاف على الأقل هم للقبة الحديدية لمنظومات الدفاع الجوية أي ليسوا قتاليين إنجاز التعبير بهذا المعنى لا تغيير ولكن الاهتمام بإخراج هذا المشهد طوال الوقت أعلاميا من قبل الناطق العسكري لجيش الاحتلال وطبعا هذه التحركات دائما كل طاقم صحفي موجود على حدود قطاع غزة عندما يرى دبابات تدخل أو تخرج بطبيعة الحال سيقوم بالتقاط هذه الصور عمليا في محاولة للإحاء بأن هناك احتمالا لعملية برية في ضوء التطورات الأخيرة حاليا التي تتم وهذا القصف المتبادل بعنف وبمدى بعيد أيضا نعم سؤال أخير زياد قبل أن ننتقل إلى ضيفي أيضا أشرت إلى أن هناك معارك رجعية الحديثي استهداف أبراج مقابل أبراج أخرى استهداف هذه الأبراج مدروس بمن تضم من يوجد فيها أم أنه لمجرد الاستهداف حتى تتضح الصورة أيضا تفصيليا عمليا أنا لا أعرف بالضبط لماذا تستهدف إسرائيل هذه الأبراج الإدعاء بحسب جيش الاحتلال بأن هناك نشاطا ما لحماس في مثل هذه الأبراج مكاتب أو ما إلى ذلك ولكن في النهاية المطاف بحسب ما يقول الأهالي في غزة هناك ستون عائلة على سبيل المثال كانت في هذا البرج تعيش والآن دمر بالكامل قد يكون من بين الأسباب بحسب مراقبين في إسرائيل أمر بعد آخر وهو عمليا ترك تركة ثقيلة لحماس لجهة المعاناة العائلات بمعنى عند تهجير مئات العائلات بسبب استهداف هذه الأبراج السكنية هذا سيكون على أبواب حماس بعد انتهاء هذه الحرب لأنها عليها أن توفر معيشة ومأوى لهؤلاء أيضا بعد انتهاء الحرب شكرا جزيلا لك في متابعة مستمرة كنت معنا من المنطقة الحدودية لقطع غزة مراسل الحدث الزميل زياد حلبي شكرا زياد من رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل عبد الحفيظ جعوان أهلا مرحبا بك عبد الحفيظ كنت أسألك قبل انقطاع الصوت أو ربما عدم الجهوزية أن هناك دخان يتصاعد من خلفك وهناك حركة مرتبكة كما يبدو ممكن توصف لنا الصورة إذا سمحت نعم ما زالت المواجهات متواصلة هنا على المدخل الشمالي لمدينة رام الله والبيرة بين شبان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار التظاهرات متواصلة تصل إلى هذا المكان من قلب مدينة رام الله الأولى وصلت إحياءا للذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الفلسطينية ومن المتوقع أن تصل أيضا بعد قليل تظاهر طلابية أخرى من الجامعات الفلسطينية إلى هذا المكان وهو واحد من البؤر المتوترة الدائمة بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال في خلفية الصورة هذه المباني هي ثكانات عسكرية تتبع لقيادة الاحتلال في الضفة الغربية يقوم الشبان الفلسطينيون بإشعال إطارات المطاطية وإغلاق الطرق ورشق القوات الإسرائيلية بالحجارة وترد قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية حتى هذه اللحظة تبدو الأمور توترا وأقل حدا من ما شهدناه يوم أمس يوم أمس شهدنا استخداما للرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين ما أدى لسقوط سبعة شهداء وأكثر من ألف وثمانمائة جريح اليوم تبدو الأمور أقل توترا وأقل عنفا من جانب استخدام الذخيرة الحية في قمع المتظاهرين الفلسطينيين ولكن على جانب آخر مثلا في قرية قصرة القريبة من نابلس هناك هجوم للمستوطنين على أهالي القرية وأبلغنا بإصابة سبعة فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم إصابته خطيرة أيضا هناك توتر في البلد القديم في مدينة الخليل بعد اعتداء المستوطنين على السكان هناك بشكل عام في الضفة الغربية يبدو أنها لن تكن ليلة هادئة الفلسطينيين يتناقلون رسائل عبر الواتساب وسائل التواصل الاجتماعي يقولون أنها من جماعات استيطانية تهدد وتحاول تنظيم هجمات هذه الليلة تحديدا سواء على مدينة القدس أو على بعض القرى الفلسطينية وهناك تحذيرات لتفعيل لجان الحراسة الليلية لمواجهة هجمات المستوطنين الأمور ثارت ظهرا بعد أن وصلت بعض الصواريخ التي أطلقت من غزة إلى بعض المستوطنات هنا في الضفة الغربية قرب مستوطنة شيلو جنوب الضفة الغربية كان جنوب مدينة نابلس عفوا كان هناك السقوط لصاروخ وأيضا شمال مدينة نابلس كان هناك سقوط لصاروخ وبالتالي اشتفز المستوطنون وهاجموا بعض اللقاط الفلسطينية على كل حال هذه التظاهرات متواصلة في الضفة الغربية وتغذيها حالة الغضب يهمنا أيضا ما هي الشعارات المرفوعة عبد الحفيظ هؤلاء الشباب ماذا يقولون أبرز شعار في هذا التحرك يعني حاليا أسمعه يقول يا أقصى بدنا حرية فعمليا هي الشعارات ذات علاقة بالقدس والتوتر الجاري هناك والشيخ جراح وأيضا شعارات ذات علاقة بما يجري في قطاع غزة وتغني بإطلاق الصواريخ مثلا ونعي للشهداء الذين يسقطون هناك التظاهرات يعني تصل وتذهب تصل وتذهب بشكل متواصل هنا في هذا المكان ربما سوف يغيرون يعني منطقة المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي لأن نتحدث عن يعني خط طويل بين المواجهة مع قوات الاحتلال ولكن على كل حان الحشود إلى أين تتجه الآن عبد الحفيظ هي تتجه لبؤرة يعني في ذات المكان ولكن يحاول الشبان الفلسطينيون يعني وضع بعض التكتيكات ينتقلون من مكان إلى آخر ولكن في ذات محيط مستوطنة بيت إيل ومحاور بيت إيل وبعض التظاهرات يعني تصل هنا إلى أطراف مدينتي رمالة والبيرة وتعود إلى رمالة ثم تأتي تظاهرة بعدها الحقيقة يعني الملفت في هذه التظاهرات أن المشاركة كبيرة والمشاركة يعني غير مسبوقة منذ الآخرات وأن الشعارات عامة غير منتمية لأي فصيل أو مدفوعة بأي اتجاه سياسي الكثير من المشاركين هم عفويين وتلقائيين فقط أطول يعبروا عن ما يشاهدونه عبر الشاشات التلفزة وضد العدوان الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس أو على قطاع غزة شكرا جزيلا حتى اللحظة مراسل الحدث الزميل عبد الحفيظ جعوان كنت معنا من رامالله شكرا عبد الحفيظ 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 خברים ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قبل قراءة هذا الخبر اعلام فلسطيني من غزة يتحدث ان هناك قصف بحري اسرائيلي يستهدف القطع في الاثناء رجحت مصادر اعلام اسرائيلية اعلانة هدنة لوقف اطلاق النار في غزة بداية الاسبوع اشارت مصادر الحدث عن مشروع هدنة في غزة تحت رقابة امريكية مصرية مشتركة تضمن استمرار وقف اطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل وان الاطراف تتفاوض بشأن البحث في تعهد مكتوب بعدم التصعيد نعم ينضم لنا زياد زميل زياد من قطاع من الحدود لقطاع غزة اهلا بك زياد يعني هذا العجل الذي ظهر معنا على الشاشة وكنا نتحدث فيه قبل قليل بانه هناك ربما تصعيد بشكل او باخر اعلان فلسطيني قصف بحري اسرائيلي يستهدف القطع تغيرت شكل المواجهة؟ هذا صحيح التصعيد كان امرا واضحا عمليا هناك قصف بحري وبالاضافة الى ذلك هناك غارات الان المقاتلة الاسرائيلية تمر من فوقنا كان هناك قصف في منطقة رفع جنوبا ايضا غارات لمقاتلات الاحتلال بهذا المعنى التصعيد يبقى واردا المصادر الطبية الاسرائيلية تتحدث طبعا عن مقتل اسرائيلي واحد في السداف لوسط اسرائيل لتل ابيب والمدن في الوسط وايضا هناك 46 مصابا منذ الليل الفائت وحتى الساعة في الرشقات الصاروخية المختلفة التي طالت في الاساس المنطقة الحدودية التي نحن فيها هنا مستوطنات غلاف غزة كما تسمى بالاضافة الى مدن اسدود وعسقلان والى الجنوب ايضا بئر السبع التي كانت فيها ايضا اصابات مباشرة لسواريخ نعم زياد يعني تأكيد على اعداد الاصابات مرة اخرى تحدثت على انه قتيل اسرائيلي و46 مصابا صحيح 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 نعم الامس هناك قتيل اسرائيلي و46 جريحة نعم سنكون في متابعة مستمرة معك على الارض لأي تطور جديد زياد يعني ما زال الهواء مفتوح على هذا الحدث شكرا جزيلا لك من الحدود القطاعية الزميل زياد حلبي مصادر الحدث ايضا كشفت عن ابرز بنود الهدنة المصرية والتي تتضمن عدة نقاط منها تجميد الاستيطان ووقف مصادرة منازل الفلسطينيين اضافة الى وقف عمليات الهدم والاعتقالات العشوائية واحترام المقدسات الدينية اكدت كذلك ان مشروع الهدنة يتضمن وقف اطلاق البالونات الحارقة من قبل الفصائل والتعاهد باحترام الهدنة هذا فيما كشفت هذه المصادر ان اسرائيل تتحفظ على وقف الاستيطان وتجميده فيما الفصائل الفلسطينية لا تمانع في وقف اطلاق الصواريخ كما ابلغت هذه الفصائل القاهرة بالتزامها بأي هدنة ترعاها لانه في حال استمرار العملية العسكرية واستهداف قيادات الفصائل سينقل عدد من اسرهم الى مصر هذا فيما يحاول المبعوث الامريكي اقناع قادة اسرائيل بوقف النار في الساعات المقبلة اشتركوا في القناة كشف تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن ان العقوبات التي فرضتها الخزانة الامريكية على مسؤولين ماليين بمؤسسة القرض الحسن التابعة لميليشيا حزب الله جاءت نتيجة ملاحقات لدورها امتدت لسنوات اضاف التقرير ان نجاح قرصنة معلومات في نشر قوائم باسماء افراد ومؤسسات مصرفية لبنانية وايرانية اسهم بشكل كبير في اعداد قائمة العقوبات الاخيرة التقرير اشار الى ان العقوبات على مسؤولي ميليشيا حزب الله الماليين السبعة لا تكشف الالية التي ادار الحزب وايران عبرها عملية المبادلات المالية التقرير اضاف ايضا انه لم يتم الكشف عن الالية التي مكنت ميليشيا حزب الله من الالتفاف على العقوبات الامريكية عبر استخدام النظام المصرفي اللبناني اوضح التقرير ان العقوبات الامريكية الاخيرة تؤكد تواطئ العديد من المصارف في عمليات الميليشيات المالية اذا كيف كشف تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التفاف ميليشيا حزب الله وتوريطها ايضا المصارف اللبنانية تطلعن عليها الزميلة رولا الخطيب اهلا ومرحبا بك رولا مجموعة احداث رولا يعني يعتبر ان كلها مرتبطة ببعضها البعض نفس الدائرة نعم اسماء هذا طبعا انا رح حاول فصل هذا الموضوع هو معقد واخذ معهم سنوات لكشفه ولكن رح نحاول تفصيله فرغم فرض الخزانة الامريكية عقوبات على القرد الحسن لان نشاط المالي قد يمكن ميليشيا حزب الله من الوصول الى النظام المصرفي الدولي تفيد تقارير بان نشاط هذه المؤسسة منذ افتتاحها عام 83 حتى عام 2019 اي منذ عامين وصل الى 3.5 مليار دولار اذا رغم العقوبات استمرت بنوك لبنانية بالتعامل مع موظفين وشخصيات مرتبطة بمؤسسة القرد الحسن طبعا مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن ذكرت ان المصارف اللبنانية المتورطة مع القرد الحسن هي بيبلوس فينيسيا جمال ترست بانك البنك اللبناني الكندي بنك لبنان والخليج بنك الاعتماد اللبناني وبنك الشرق الاوسط وافريقيا اسماء طبعا انت طلبتي نشرح هذه العملية هذه العملية تمت كالتالي في ديسمبر عام 2020 اخترق قراصنا يدعون سبايدر زاد الذراع مؤسسة القرد الحسن وهي الذراع المالي لحزب الله ونشروا في حينها وثائق عن عملياته التي شملت 400 الف شخص ومؤسسة بينهم مغتربون وكوادر من جانب حزب الله وايضا جهات ايرانية وبنك لبنانية ذكرنا بعضها كل هؤلاء تعامل معهم القرد الحسن كما كشفت ايضا تفاصيل عن اعمال القرد الحسن وكيفية اختراق ميليشيا حزب الله النظام المصري في العالم والالتفاف حوله اولا تم هذا الامر بعد قيام موظفين رفيعين في القرد الحسن وهم ايضا مسؤولون كبار في حزب الله هؤلاء قاموا بفتح حسابات شخصية لهم في البنوك اللبنانية وذلك خدمة لمصرف الحزب وكانوا عبر هذه الحسابات يرسلون ويستالمون الاموال عبر نظام الحوالات ما هو نظام الحوالات؟ هو تحويل ميليشيا حزب الله الاموال عبر مكاتب الصرافة بما في ذلك اموال تجارة المخدرات من عبر مراكز الصرافة الى المصارف اللبنانية وذلك لغسلها عبر النظام المالي الدولي سأعطيكم مثل مشاهدنا حتى تتوضح شوي الصورة لانها معقدة مثلا عام 2011 فرضت الخزانة الامريكية عقوبات على ست مكاتب صيرفة لبنانية منهم احد المكاتب وهو نيولاين اكسشينج الذي عمل على غسل اموال مالك تجارة المخدرات ايمن جمعة وشبكته عبر هذا مكتب الصرافة مثلا هناك شخص يدعى عبداللطيف فوز كان يعمل لصالح احدى شبكات حزب الله وتدعى تاج الدين كانت تنقل الاموال من غانا الى لبنان هو وضع عشرين الف دولار في فرع هذه شركة الصرافة نيولاين اكسشينج في لبنان طبعا اعطاه المكتب حينها ايصال بالمبلغ وسجل بانه هو بسبب اعماله التجارية مكتب الصيرفة وعبر موظف في القرد الحسن لديه هذا الموظف لديه حساب في البنك اللبناني الكندي اصدر تعليمات لمصرفه بتحويل مبلغ عشرين الف دولار الى حساب في بنك اخر وهو بنك الاعتماد اللبناني وبذلك تمكن فواز الذي هو اولا كما ذكرنا بداية هو من قدم العشرين الف دولار من تحويل الدولارات الورقية من مبلغ نقدي الى حوالة رقمية في احد البنوك اللبنانية وحينها يمكن توجيهها طبعا من هذه البنوك الى اي مكان في العالم يعني ان الاموال لم تكن تنقل من المرسل الى المستفيد مباشرة بل عبر وسطاء فيما البنوك اللبنانية عملت كمدخل او بوابة لحزب الله وامواله الى النظام المصري في العالمي اسم اهيم شاربك وحكيت كثير لا بس عارفا للحظة حصدت مجموعة من الملايين التي استخدمت بالفعل اوما عن طريق المخدرات وغسيل الاموال والوسطاء بينهم وبين بعض وفي الاخير تحقق نتيجة واحدة بالفعل نعم اشكرك على هذه التفاصيل شكرا جزيلا رولا حبيبتي شكرا من البقعة اللبنانية تنظم لنا الصحفي المختصة في الشأن الاقتصادي محاسن مرسل اهلا ومرحبا بك معنا على الهواء يعني بالفعل زي ما قالتها زميلتنا رولا الآن اني عملية معقدة ولكنها تحقق في الاخير تحايل بشكل او باخر على الاقتصاد العالمي الاقتصاد المالي العالمي لبنان هي الممر الرئيسي استخدام الحسابات الشخصية المخدرات هي العلوان الاساسي والرئيسي الى اي مدى فشلت الحزانة وعقوبات الحزانة الامريكية في تحجيم هذا النشاط يعني عمليا سعت الادارة الامريكية بكل ما لها من قوة ونفوذ على النظام المالي العالمي لمحاولة محاربة المنظمات الارهيبية ولسيما حزب الله كما تصنفه الادارة الامريكية من الولوج الى النظام العالمي عبر عمليات غسل الاموال الاموال الناتجة طبعا عن مصدر جرمي سواء كانت تجارة المخدرات ام الاسلحة ام التجارة يعني التجارة البشر ايضا ولكن وللأسف يعني كما تعلمي لكل جريمة سواء كانت مهما كانت يعني فعالية مرتكبينها تبقى لها ثغرات قد تتمكن الادارة الامريكية من الدخول لها او حتى يعني حزب الله او غيره من هذه المنظمات من الولوج الى النظام المصري في العالمي عبر شخصيات او اسامن لا توحي باي شبهات ولكن لنتوقف عند هذه المرحلة قبل ان يصدر هذا التقرير سبق لوزير الخارجية الاسبق مايك بامبيو ان قال هذا الامر بوضوح وصراحة لمصرف لبنان لحاكم مصرف لبنان وايضا لرئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري عندما قال بان الادارة الامريكية هي راضية عن اداء القطاع المصرفي اللبناني لسية معانيت بها الادارات المركزية ومصرف لبنان فيما يتعلق بوقف غلوج حزب الله الى النظام المالي العالمي من خلال المصارف اللبنانية ولكنه كان يتخوف من المصارف او فروع المصارف المتواجدة في مناطق نفوض حزب الله ولكن هذا الامر يعني دفع بالكثير من يعني لجنة المال النيابية وايضا جمعية المصارف الى محاولة نوع من اللوبي يعني لدى الادارة الامريكية بانها ستتخذ كافة الاجراءات للحقول دون اي تسرب او دون الوقوع باخطاء او ثغرات تؤدي الى دخول حزب الله الى النظام المالي اللبناني ومن ثم الى النظام المالي العالمي ولكن للأسف يعني اصبحت الامور عليها علامات استفهام عدة منها شخصيات مضراء للمصارف مورطون بهذا الامر ايضا يعني فيما يتعلق بموضوع غسل الاموال كلنا نعلم بان هذا الجرم هو يعود بكثير من النفع المالي لا سيما للشخص الوسيط يعني من يقوم بعملية الغسل لهذه الجهة المستفيدة وللأسف يعني المال غرار لذلك وقع في هذا الامر الكثير من مضراء المصارف بعضهم اقيل وبعضهم بقيوا في مناصبهم الى اليوم وقد شهدنا يعني في لبنان من خلال قرار للإدارة الامريكية بوقف هذه الظاهرة كان هناك يعني اتهام البنك اللبناني الكندي فيما يتعلق بموضوع ايمن جمعة الذي كان يقوم بعملية تغسل مئتي مليون دولار شهريا في العام 2011 ولكن المفارقة هنا بان الادارة الامريكية لم تطلب تصفية البنك اللبناني الكندي عندها قام مصري في لبنان بيدامج البنك اللبناني الكندي مع بنك بحجة الحفاظ على اموال المدعين اما فيما يتعلق بموضوع جمال تراست بانك وهنا يعني انا اشرح لك هذا الامر لأرى كيف تغيرت نظرة الادارة الامريكية حتى لموضوع غسل الاموال منذ العام 2011 وحتى العام 2019 يوم العام 2019 قررت الادارة الامريكية التصفية الذاتية لجمال تراست بانك ما يعني يعني عدم وجود اي اثر له في النظام المصرفي اللبناني وحتى في النظام المصرفي العالمي عينت يومها محمد بعصير يعني اقترحت او اصرت على هذا الاسم هو نائب حاكم مصرف لبنان السابق المشهود له يعني العمل على قوانين مكافحة تبنيه الاموال وتمويل الارهاب لسيام القانون الرأم 44 على 2015 الصادر في تشجيع الضرورة في لبنان وايضا في سوريا وغيرها من الدول لأنه محطقة للادارة الامريكية لن تتمكن من السيطرة على هذا الملف لأنه مفتوح هذه الجريمة المنظمة هي لا حدود لها وبالتالي تريد يعني اكثر فاكثر تفعيل عمل مكافحة هذه الانظمة لتحارب حزب الله وغيره من ظاهرة تبييد الاموال نعم شكرا جزيلا لك على هذا التحليل كنت معنا من البقاع اللبناني الصحفي المختصة في الشأن الاقتصادية محاسن مرسل شكرا جزيلا لك وتزامنا أيضا مع مباحثات فيينا النووية كشفت قناة بلونبيرغ ارتفاع عمليات التفتيش الأممية على المنشآت النووية في إيران واستند تقرير القناة على تقرير للوكالة الدولية للطاقة الدرية الذي وصف عمليات التفتيش بالقياسية خلال 2020 موضحا أن التفتيش أجريا بمعدل ثلاث مرات في الشهر أضاف التقرير أن خمس عمليات للتفتيش المفاجئة التي أجرتها وكالة الطاقة في العام الماضي كانت من نصيب إيران ترجمة نانسي قنقر في الأثناء أفادت مصادر الحدث في واشنطن أن إدارة بايدن وجهت رسالة تحذيرية مباشرة إلى تهران بأنها جادة في اتخاذ إجراءات ضرورية للرد على أي هجوم تشنه إيران أو الميليشيات التابعة لها في العراق على القوات الأمريكية أفادت المصادر أن البنتاجون حشد عددا كبيرا من قواته الجوية في الخليج العربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مبقيا على ستة طائرات من نوع بي-52 قادرة على إلقاء قنابل ثقيلة دون الاضطرار للاقتراب من أهدافها كما وصل سيربو من طائرات مقاتلة من نوع F-18 إلى المنطقة وفق القوات الجوية الأمريكية كما أبقى الأمريكيون حاملة الطائرات إيزنهاور في منطقة بحر العرب كجزء من الإجراءات الميدانية بعد الإعلان عن سحب القوات الأطلسية من أفغانستان أضافت مصادر الحدث أن إدخال واشنطن الغواصة المتطورة جورجيا من ضمن الإجراءات الأمريكية بتوجيه الرسالة لطهران من لندن ينظم أليناء دكتور راسر قالون أستاذ الاقتصاد السياسي أهلا ومرحبا بك دكتور ناصر مجموعة من التطورات تحكم الموقف وهي سيدة المشهد الآن هنا الحديث ربما عن محادثات فيينا وما تزامنا معها حديث وكالة الدولية للطاقة الذرية وعن مجموعة عمليات التفتيش وإيران هي اللاعب الأسياسي سواء في العراق أو حتى في فيينا أو حتى فيما يحدث الآن كيف نستطيع تفكيك هذه التشابكات أو ربطها ببعضها البعض حتى؟ لا شك أن كل طرف عنده أوراق رابحة ونقاط ضعف الموقف الأمريكي لأن مفاوضات فيينا صحيح أنها ترمي لإعادة إيران إلى الاتفاق النووي لكن لا ننسى أنها ترمي لهدف أكبر إعادة الولايات المتحدة إلى من عهد ترامب إلى عهد بايدن وبالتالي يعطي إشارة من إيران إلى روسيا والصين وأوروبا بأن بايدن لا يرود المواجهة العسكرية إلى إزطور هذا واحد إذن النجاح هو مع إدارة بايدن إيران هو أحد أهم الملفات اتنين عرض عضلات أمريكي عسكري برأيي لتغطية انسحاب أفغانستان لأن برأيي الإدارة الأمريكية الجديدة تعتبر أفغانستان معركة خسرة بعد 20 سنة وبالتالي تركيز على منطقة الخليج العربي حيث المصالح الحيوية لكن لا أرى أن إيران تتراجع كثيرا هي تقدم تنازلات فقط تقنية في المجال النووي وتتغافل عن الملفات الأخرى وبالتالي هذا الأمر هناك صراع داخل واشنطن وهذا مهم رسائل متعارضة ضمن الإدارة الأمريكية بلينكين والآن قيادة المركزية لتقوية ساعد مفاوضي بينا أن أمريكا لا ستضعيفة وبالتالي إيران تضع شرط بعد أسبوع أن تفويد البرلمان للوفد المفاوض أو للعلاقة مع الوكالة الطاقة الزرية سينتهي تضعط على المفاوضين فيما الولايات المتحدة تستخدم الأمر العسكري الميداني ردا على ممحكات إيران في الخليج العربي للسفن الحربية الأمريكية نعم دكتور ناصر حضرتك أشرت إلى أن هناك استعراض ربما للقوة الأمريكية لكن ألا تقرأ بأن القادم قد يكون بالفعل مواجهة حتى أولا تكون مواجهة مباشرة مع قراءة المعطيات الآن على الأرض هناك سيدتي مواجهة غير مباشرة يجب أن لا نخفيها الحرب السبرانية ما بين إسرائيل وأمريكا وجهات إيرانية هي تحت الحزام هذا واحد اتنين عمليات غربية أو إسرائيلية لاغتيال رموز كبرى في البرنامج النووي الإيراني يعطيني فكرة أن لا توجد حتى ثقة أمريكية بتعاهدات إيران وعندي دليل أقوله دائما مقارنة بالتفتيش الدولي للبرنامج الكيميائي السوري اتضح أنه صفر بالمئة السورية استخدمت أو النظام استخدمت الأسلحة الكيميائية باعتراف الأمم المتحدة عشرات المرات وبالتالي لم تأتي إلى الحساب إيران لسانها معصول والآن عندي روحاني وظريف هم يريدون أن ينقذوا ربما 8 سنوات من حكم روحاني لأن للتحويل على العالم الغربي أن رئيسي والمتطرفين سيأتون إلى إيران هذه بلاقي لعبة مفضوحة لا يمكن أن تمر لنقل تنازلات غربية بالرغم أن فرنسا تحاول تسويق هذا الأمر لا نستطيع فصل الواقع عن بعضه البعض الآن حتى ما يحدث الآن في فلسطين وقطاع غزة التصعيد في هذا التوقيت دكتور ناصري هم من رأيك مدروس حتى وإن كان كذلك يعني إن كان مدروس أم العكس لصالح من بالطبع كل طرف يريد أن يعطي أوراق استثمار إيران في حماس وفي الجهب الإسلامي وغيره والآن صواريخ أو صواريخ صغيرة لنقول هي بطريقة كبيرة قطاع غزة يريد مساعدة إنسانية لكن تضح أن إيران أعطته ترسانة لا تستطيع هي عين أن تقاوم المخرز الإسرائيلي وبالتالي مأساة إنسانية لا نستطيع أن نكرها لكن إيران تحاول أن تستفيد منها وهذا أمر يعني برأي بالأهداف الاستراتيجية لتظهر لإعادة ترميم سمعتها المهترئة أمام عالم عربي وإسلامي عبر خردة عسكرية تعطيها تهريب لإيران وتعطيها كذلك للحوسيين وبالتالي هذا الأمر هو استخدام كأكياس رمل تركب على قضية نبيلة لتسرقها من العالم العربي ومن الحكومات العربية ومن الشعب العربي لم يمر هذا الأمر وألا رد الفعل ذاكي أقول في العالم العربي تعاضف مئة بالمئة مع الشعب الفلسطيني لكن إدراك لأهداف إيران للقول أن خردة عسكرية تعطيها لحماس لا تستطيع أن تهزم إسرائيل هذا قفز برأي على الوقاعة الميدانية برأي أشكرك جزيل شكرا على هذا التوضيح من لندن كنت معنا الدكتور ناسر قلون وأستاذ الاقتصاد السياسي شكرا دكتور الأخبار من الحدب انهيار برج الجلائب الكامل بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية سقوط صاروخ في محيط تل أبيب واعتراض آخرين قرب مطار بن جوريون انتشار وحواجز للجيش اللبناني بعد تحميل إسرائيل السلطات اللبنانية مسؤولية تأمين الحدود معها شكرا لكم على حسن المتابعة ما زلنا كما وعدناكم عبر شاشة الحدث متواصلون في تغطية المستمرة دمتم بخير اشتركوا في القناة